عندما أراد الرئيس روزويلت أن يزيد في تكريم تيرتشيل فأسكن وعنده في البيت الأبيض بدل ما يسكن في بيت الضيافة بليرهاوس وفي إحدى الليالي أراد روزويلت أن يزور تيرتشيل في غرفته فداخل عليه في الغرفة وهو على الكرسي المتحرك فوجد تيرتشيل كما خلقته أمه عريان تماما فأراد روزويلت أن ينسحب طبعا خجلا من الموقع والموقف اللي هو فيه وإنما استوقفوا تيرتشيل وقالوا يا فخامة الرئيس رئيس وزراء بريطانيا ليس لديه ما يخفيه عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فأبلغت كوندليزا رايسبن وإن شاء الله تكون علاقتنا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية على نفس المنوال أنه ليس هناك ما نخفيه عن بعض لكن وعدتها أن لا أحضر للوزارة وأنا كما خلقتني أمي